مذكرات وذكريات فاتن حمامة وذكرياتها مع الصحفي الكبير مصطفى أمين صاحب فكرة عيد الحب وتقول فاتن أول لقاء جمع بيني وبين الكاتب الكبير مصطفى أمين كان في بيت علي أمين لإني كنت بشتكي دايما لعلي من مصطفى علي أمين كان صديقي جدا وكنت بشتكي له من مصطفى لإن المنشطات بتاعته كانت دايما بتخدني قوي وكنت أصحى من النوم الصبح أقرأ كلام كتبوا عني مصطفى واتجنن فكنت بشتكي لعلي فيقولي لازم تقابلي مصطفى وكان كل يوم أربع كان في غدل الصحفيين والفنانين والرسامين عند الأستاذ علي أمين وفي مرة كان موجود الأستاذ مصطفى أمين وتكلمنا ولقيته إنسان جميل ولطيف جدا مش الشخص نفسه يلي كنت تخض منه وتذكر في اليوم ده وأنا جاي أمشي بلت في تسلم علي اللي بيوصلني إلى الباب وقل له أشوفك بخير يا أستاذ علي فدحك وقال لي أنا مصطفى فدحكت وقلت له أنا أسفة أول مرة نتقابل أغلط فيك فقال لي أنا علي وكان علي موجود ومصطفى موجود وأنا ضعت بين الاثنين كان فيه شبه كبير قوي بينهم ولكن لما تعرفهم كويس تقدر تفسر الشبه بينهم ولكن أول لقاء لي مع الأستاذ مصطفى كان صعب قوي فنمنت خانق حتى بعد ما عرفنا بعض وكان بيبعت لي المقالة ويقول لي اقريها الأول قبل ما تيجي يا فاتن علي أمين كان بيزعق بسرعة وكان بيسامح بسرعة وأنا كنت صديقة الأستاذة خيرية زوجة الأستاذ علي والكل كان بيحكي عنه أنه كان بيروق بسرعة بينما مصطفى أمين كان حازم أكثر من علي أمين مصطفى وعلي أمين تأثرهم علي كان كبير جدا حتى بعد وفاة الأستاذ علي أمين لأستاذ مصطفى جالي للبيت وقال لي أنا موجود اعتبري أن احنا أخوات ودايما كنت بحس أنهم أخواتي مذكرات وذكريات فاتن حمامة وذكرياتها مع علي أمين ومصطفى أمين كنت في يوم باشتكيل علي أمين بسبب مقالة كتبها عني مصطفى بعنوين أكتب لكم من سرير فاتن حمامة غضبت جدا منه وأسرعت إلى مكتبه ألوم على هذا العنوين وقلت له إزاي تشوه سمعتي أنا حفظت على سمعتي طوال حياتي ولم يخدشها إنسان كيف تدعي كذبا إنك نمت معي في سرير واحد طلب منها مصطفى أمين كراءة المقال واكتشفت بعد كراءة المقال إنه يحكي عن تعرض لإصابة والأطباء قالوا له عن ضرورة إجراء جراحة عاجلة له واخترك جراح له غرفة في المستشفى قبل إجراء الجراحة وكان فيها سرير صغير الحجم لا يناسب بنيانه بنيانه كان ضخما ولكن الطبيب أخبروا إن السرير كانت فاتن نائمة عليه منذ أيام وأجرت لها جراحة ناجحة وكتب مصطفى أمين ساخرا في باقي المقال رقدت في سرير فاتن فوجدته صغيرا فكان نصفي في السرير ونصفي خارج السرير فاتن صغيرة الحجم وأنا ضخم الحجم وكان من المستحيل علي أن أتقلب في السرير فأي حركة به أجدني واقعا على الأرض مما دفع فاتن للدحك بعد الانتهاء من قراءة المقال مكتشف حقيقة ما وراءه وبعد ذلك نشأت علاقة صداقة كبيرة بينهما وكان كثيرا نصح لها ويساندها في كل خطوة لها مذكرات وذكريات فاتن حمامة وحكايات مع علي أمين مصطفى أمين صاحب فكرة عيد الحب ترجمة نانسي قنقر